تحقيق 20 تنقل لكم الخبر اليقين بالصوت والصورة بسم الله الرحمن الرحيم محمد أبو غلو عضو المجلس الجماعي بالتمسية كما يعلم الجامعة أنه الساحة السياسية في جماعة تمسية تعرف واحد الملف المعروض على العموم ويعني يتنقش حاليا في الجامعة التمسية هو أنه المستشع الجماعي الذي هو عبد الربي التهجم على أحد الموظفين الفشارة سعود وكذلك تتعرض على موظف ثاني الفشارة عشرة ملفرائج وكلام كثير تقل عليه ولكن كلام ديال الطرف الثاني الذي هو أنا هنصرح به مواقع داخل مكتب ديال الموظف ولي هو مصلحة ديال الحالة المدنية تعرضت لابتزاز استدراج وتعرضت للسب والشتم والإهانة إلى غير ذلك يعني الجامع الفضلية قد حيات تعرضت لها أكثر من هذا أنه تعرضت للعنف الجسدي من خلال نورا كينا نبعث الخدوش في العنق ديالي وينا نتكور في المحضار كذلك يعني شفوها رجال تارك يعني دارولها معينة آنية يعني في الحالة يعني في اللحظة فشتان عطينا لأقوى ديالي يعني شفوها ما زال بينها ولكن حاليا يعني كل يبين فيها وكل ما يبينش فيها لأن الموضوع يعني الغراج داخل هذا المصلحة هذه بعد استدراج لذلك المصلحة يعني استدراج لذلك المصلحة علاج لأنه لأنه طرقت لبعض الميلفات طرقت لبعض الميلفات اللي هي ميلفات ملغومة داخل الجامعة ديالي اللي مع مرات نقشت اللي مع مرات نقشت سواء في الضورة أو لغيت نقشت في البرو ديال الرئيس أو اللي من الأعضاء كذلك يعني مع مرات شبدات و نعم يعني من بل ميلفات أنه من في المحروقات وعطيت أنا واحد سؤال إلى حدود ساعة ما زال ما تلقي الجواب دياله واللي هو من المستفيد من بطاقة الوفاء ديال المزوط ديال المحروقات ديال الجماعة من المستفيد إلا كانت الجامعة اللي كاتستفد ديال الفلوس ديال الاستفادة فين كاتمشي وش كاتدخل الميزانية ديال الجماعة أو لكات يعني فين كاتمشي بدل عبارة دي لحو دو ساعة ما زال ما 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 طلقينش الجواب آآ ترقت لالانوزمي ديالي في الفارق الاشتراكي فالن المعارضة الاتحادية داخل الجامعة ديال تمسي ديال الاعوال العراضيين يعني كيفاش انه يتم توضيف الاعوال العراضيين كنخليو احنا اللي هما معنين من الدرجة اللي ولا من هاد المهنة هدي او لها الخدمة هدي كعمال العراضيين وتنجيبو ناس اللي هما متقاعدين يعني كينسيد متقاعد واحد دير غير سلك الصباط دياله ومخلي انا لصباط اللي دير سلك الصباط يعني مكيهدرش هذا يعني انه ما عارف شنو كيدير ولكن باش نخلي الفئة اللي هي معنية من الدرجة اللولى او نشي ننظف واحد يعني المتقاعد هذا يطرح اكتر من علامة استفهم يعني خرقات بالجوملة داخل الجامعة طرقنا ملفات يعني كتير وكتير وكتير ولكن هذا هو السببب المباشر هذا السبب الوحيد يعني مليجي نحن السياسة ودخلنا الغمر السياسي ودخلنا المجال السياسي ودخلنا الجامعة ودخلنا على اساس انه حسنية ودخلنا انه بغينا ندير التغيير بغينا ندير واحد بصمالية ايجابية واحد بصمالية بيضاء ماشي بصمالية سوداء ولكن كل قوريوسنا اليوم في المحاكيم وفي ملفات في الشكاية كيدية لانه ان الموظف رفع بيانا شكاية كيدية مفاد دياله قلت سالفان انه اهانة موظف والهجوم عليه داخل مقر العام دياله وهذا ما كان ولكن مسترد برا واخد الطريق ديالها ولانا كامل الثقة في القضاء ديال بلادنا انه رفع اخر المطاف رفع تعرف الاسباب ديال 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 والموظف يعني قال انا هنت وسبيت ودرت لي داك شي يعني الكلام فارغ مكين ممنوش طلب انا لقادي ديال يعني شكول يشاهد لي جوج ديال الموظفين وهذه الموظفين يعني بين وبين هم يعني الترقت لبعض الملفات كتهم هم هما يعني بعض الملفات اللي كتهم هما والقاو مناسبة ان هم يردوا ساع ساع يعني بعض العبارة وستسمح ان هم يردوا الكريدي بعض العبارة هذي اذا ارى ممكن شك الموظف اللي مع في البرو يشهد ضد او لا يقول لحقيقة لأنه عارف صديق ديال وش ندير لأنه تمليس درج ديالي في واحد اللحظة كان حس براس محتجز داخل المصلحة داخل المصلحة محتجز رغم ان الموظف اللي يرفع بيانا شي كيا قال واحد الكلام في الول ومن بعد قال الكلام ثاني وعطي بعض المو أعطي تلي مغلوطة وكان الكاميرات يعني الكاميرا الأولى والآخرة عندنا وهي يعني الشهد الأول والآخرة عندنا وهو التسجيل الصوتي لا يطلق تسجيل لكن كلام نابي ساقي طلي يلق أنه يتقال داخل الإدارة يعني يحز في النفس لو أنه يعني يعني لو أنه عضو داخل المجلس يعني في الأغلبية هو اللي يرفع بيانا ما غديسي جينيس تغرب لأنه هذا سياسي يعني أخذ ورد ولكن موظف موظف مسكين ما ما عنده تعالقة وظفو لأغراض أنه باش يسكتني أنا فقط ما دار بيدي يعني وظفو يعني كانت هناك عملية لتوضيف توضف ذاك الموظف على أساس أنه سكتلي هدك يعني هدك خاصو يسكت وذك سيد خاصو أنني لم أكن قبل لأنني أرى واحد الحاجة التي فيها ظلم وفيها تبدير المال العام ولا تنصب في المصلحة العامة ونسكت يعني كي هناك حاجة لا تتعلق بالمصلحة العامة أو لك تضرب في المصلحة العامة أو لما ما هي كناظر فيها مثلا يعني كيف ما قلت لك من الفضية المحروق شكول كي يستفد يعني تبدير تبدير الملعام يعني اللي ما عندوش منفهم ديال ما عارفش ما هو تبدير الملعام يجي لجامعة ديال تمسيها يعني في إطار المحروقات الملف ديال المحروقات نخلي وحنا ثلاثة ديال الليستيون في المجال الترابي ديال جامعة تمسي ونمشي وحنا يتملو باش ندير الكربيرو وماش يتبدير هذا عاليش لشنو راكد اللي فيكو اللي 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 العربات اللي 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 ديال ديال الجامعة راكد قطعت 13 كولومتر عالية 13 وتور يعني 26 كولومتر لغاية أنه ننضير الكربيرو نخسره 26 درهم تل 50 درهم هذي باش غير نديره مازوت أو لا نديره إسانس ماشي تبديل المالعم هذا خلي عليك اللي 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 بزاف ديال الامر إذا إحنا إلا نقلب هذي ضد التنمية المحلية إلا كنحنا نقلب على التنمية المحلية أفرع هذا الأمر هذا وهذه الأمور هذي اللي هي تتبلي نحن ما ما عرفتش وش كتبلي غير أنا أنا ماشي ماشي نورمال إلا كنحنا ندر على 200 المحلية هذي 200 المحلية في كنا يعني داخل فلوس تستمر داخل 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 المجل الترب ديال الجامعة التمسية الكابيرون ندير في الجامعة ديال تمسية يدار في المحطة ديال وقد ديال الجامعة التمسية إذا هذي صدع كامل اللي ندير وتنشوف يعني نضع نتيجة مجموعة ديال الخروقات اللي كين داخل الجامعة ديال التمسية وكان يعني واحد تناسق بين العضو والموظف من أجل يسكت كلمة الحق هذا هو السببب الأول والأخير ما نقول إحنا أنه إهانة موظف لا ماشي إهانة موظف من درجة الأولى ما كان إهانة موظف من درجة الأولى بال أنه خاص ذاك الموظف لأنه علاش لأنه لو كانت إهانة فملكا المناقشة داخل المكتب وأنا يعني جامعة الموظفين ديالجامعة التمسية وكان لهم قدير والاحتراف وما بين هتناش شي صراع شخصية ولا شي حاجة شخصية أبدا يعني ما كان حاجة شخصية نقول حين نرى أنطق من أبدا يعني كل ما في الأمر أنه يتعلق بالمصلحة العامة يعني التدبير ديال الإدارة ما كان نوطاش على اختصاصات ماشي اختصاصات ديالي ولا أمارس اختصاصات ماشي اختصاصات ديالي يعني الدور ديالي داخل الجامعة راتنا عرفو عندي دور تدولي وما كان ندخل في الأمور التي هي تسيير لإدارة ديال الجامعة أبدا وإلا كان الدخول ديال للإدارة فهذا ما كان نجيش هنا غير ندخل غير كدك ولكن مالك تكون ندأ ديال المواطن أنني نوقف معاه حيث ما عارفش تسبب المجلس يعني التصور كما قلت لك نهار الأول فاش دخلنا الغير مرس للإنتخابات ودخلنا المجال السياسي فما تخلنا على أسس أننا هنا نسلوء أهتف شخصية أو بالعكس كان الهدف ديالنا أن نسمعه بالأبيض على تنمية المحلية ونزيد بالجامعة ديالنا اللي قدام وأكبر دليل هو أنه تصويت على الرئيس فرع واحدة ديال الرئيس وبنسبة لباقي النواب هذا دليل يكفي هذا دليل يكفي أنه رحنا ما جناش على أساس أنه كل واحد يتبع هواها أو لا يجينا من أجل مصلحة واحدة يعني وحدنا وحدنا الكلمة صوتنا على الرئيس بالإجماع النواب كذلك بالإجماع يعني الرؤساء اللي جاني لغير ذلك ولكن يعني الوضع جلسة ونقلس ونحط النقطة على الحروف ونحط خطة عمل ولي مزيانة مزيانة لما مزياناش رعا ما مزياناش إلا بغينا نوصله لأهداف المتوخذ أما غير باش أنني هذا يضرب في هذا هذا يضرب في هذا فرعا ما غير نوصله للتنتيجة والضحية الضحية هي البلدة السعيدة وهي المواطنين التي تمسيها لكي ينتظروا منا الكثير والكثير ولكن لحدود السعر لم يتحقق شيء على أرض الواقع لم يتحقق شيء على أرض الواقع اللهم بعد المشاريع اللي هي مشاريع خارجية أما بالنسبة للجامعة إلى حدود السعر ما زال ما احتى برنامج عمل اللي تحط يعني ما زال ما تبذين فيه يعني وما زال ما كانت شيء حاجة لبصمة ديال المجلس الحالي في كل الحالتين نتمنى التوفيق وكنتمنى ان نتجاوز هذه المرحلة باش نمسي والقدام اللي ما فيه المصلحة العامة والخير للبلاد والعباد وسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة